تفاعل نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي على خبر رحيل صالح اللحيدان عضو هيئة كبار العلماء في المملكة العربية السعودية فمن هو هذا الرجل صاحب الفتاوى المثيرة للجدل رحل عن علامنا منذ ساعات الشيخ صالح بن محمد اللحيدان عضو هيئة كبار العلماء في المملكة العربية السعودية والرئيس السابق لمجلس القضاء الأعلى عن عمر يناهز التسعين عاما كان الشيخ الراحل قد تعرض لأزمة صحية منتصف الشهر الماضي نقل على إثرها إلى العناية المركزة في إحدى مستشفيات العاصمة الرياضة ولد الشيخ صالح اللحيدان في مدينة البكيرية في منطقة القصيم عام 1931 وتخرج في كلية الشريعة بالرياض عام 1959 ارتبط اسمه بالقضاء السعودي حيث عمل رئيسا للمحكمة العامة بالرياض وعضوا في الهيئة القضائية العليا قبل أن يتولى رئاسة الهيئة الدائمة في مجلس القضاء الأعلى عام 1982 في عام 1992 أصبح رئيسا للمجلس في الهيئة العامة والدائمة وهو أيضا عضو في هيئة كبار العلماء منذ إنشائها عام 1971 كما سبق أن عمل سكرتيرا للشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ مفتي أديار السعودية السابق في الإفتاء بعد تخرجه إلى أن عين عام مساعدا لرئيس المحكمة الكبرى برياض ثم صار رئيسا للمحكمة عاما وقد حصل على رسالة المجستير من المعهد العالي للقضاء واستمر رئيسا للمحكمة الكبرى إلى أن عين قادي تمييز وعضوا بالهيئة القضائية العليا بعدها عين رئيسا للهيئة الدائمة بمجلس القضاء الأعلى واستمر في ذلك نئبا لرئيس المجلس في غيابه إلى أن عين رئيسا للمجلس بهيئته العامة والدائمة وهو أيضا عضوا في هيئة كبار العلماء منذ إنشائها وعضوا في رابطة العالم الإسلامي وكان له نشاط في تأسيس مجلة راية الإسلام ومديرها ورئيس تحريرها وله دروس في المسجد الحرام تذاع وفتاوى في برنامج نور على الدرب وله محضرات وندوات ومشاركة في مناقشة رسائل المجستير والدكتوراه وله أيضا لقاءات ودروس في أرياض ومكة وجهود عظيمة في النصيحة لأمة المسلمين وعمتهم وتعرض صالح اللحيدان لحملة إعلامية شرسة ضده في عام 2008 عندما أفتى بجواز إنهاء حياة أصحاب القنوات الفضائية المخلة بالأداب ليتم بعدها تناحية عن رئاسة مجلس القضاء الأعلى وقال اللحيدان حينها إن من يدعو إلى الفتن إذا قدر على منعه ولم يمتنع فقد يحل إنهاء حياته لأن دعاة الفساد في الاعتقاد أو في العمل إذ لم يندفع شرهم بعقوبات دون الموت جاز إنهاء حياتهم وفي عام 2011 وخلال اندلاع الثورة الليبية أعلن صالح اللحيدان تأييده للمتظاهرين الليبيين ودعاهم إلى حقن الدماء وحفظ الأمن وإلى إزاحة العقيد معمر القذافي الذي قال أنه لا يرى أنه حاكم مسلم أخيرا دعا العالم السعودي الليبيين حينها إلى تناحية القذافي قائلا أحرصوا على إزاحته وبدون قتل هو الأفضل معتبرا أن التخلص من هذا الرجل هو من المهمات الكبرى ترجمة نانسي قنقر